بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرا الحلم التركي يتحقق بعد مرور ستين عاما تركيا التي سعت بشكل حثيث أن تمتلك سيارتها الخاصة والمحلية والتي تنافس بها الأسواق العالمية أخيرا أردوغان يعلن السيارة المحلية طوغ في الأسواق عام 2022 للتعرف على تفاصيل هذا الموضوع الشيخ والنقلة الجديدة لتركيا أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أردوغان يقول السيارة المحلية طوغ في الأسواق عام 2022 جاء ذلك في كلمة القاها الأربعاء عقب اجتماع الحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السيارة المحلية طوغ ستطرح في الأسواق عام 2022 وأفاد أردوغان بأن حكومته ملتزمة بشدة برؤية حملة التكنولوجيا الوطنية مشيرا إلى أن برنامج الفضاء الوطني الذي أعلن عنه الأسبوع الفائت يشكل جزءا من الحملة ويوم 9 فبراير الجاري استعرض الرئيس التركي عشر أهداف لبرنامج الفضاء الوطني من أبرزها إرسال مركبة للفضاء بحلول عام 2023 وتأسيس ميناء فضائي موقع لإطلاق واستخبال المركبات الفضائية وقيل أن هذا الموقع ربما يكون في دولة الصومال وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء وأوضح أن قدرات تركية في مجال الفضاء وصلت من خلال الاستثمارات التي قامت بها الحكومة على مدار ثمانية عشر عاما إلى مستوى متقدم من التصميم والهندسة وباتت تمتلك موارد بشرية ناضجة وتابع الرئيس رجب طيب أردغان نحن من بين البلدان القليلة حول العالم التي يمكنها تطوير وتصنيع واختبار الأقمار الصناعية الخاصة بها والأهم من ذلك أننا نمتلك أبناء وشبابا شغوفين متطلعين إلى الفضاء ومصممين على حل المجهول في الكون وأشار إلى أن العمل على مشروع السيارة المحلية جار بالسرعة القصوى وأن قسما كبيرا من أعمال إنشاء البنية التحتية للمصنع قد انتهت وأضاف الرئيس أردغان سنضع السيارة المحلية التركية في خدمة شعبنا في التاريخ المستهدف عام 2022 مدعمة بالعديد من التقنيات المبتكرة وعلى صعيد متصل أفاد أردغان أن الارتفاع القوي في الانتاج الصناعي أكد مجددا أن تركيا واحدة من الدول النادرة التي تنهي عام 2020 بنمو اقتصادي إيجابي ولفت إلى أن تركيا نجحت في أن تكون الدولة الأكثر زيادة في الانتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الأخير من العام 2020 وأرضف أردغان على الرغم من كل الاضطرابات في سلاسل التوريد فقد بذل القطاع الانتاجي لدينا جهدا ليكون قدوة للعالم بأسره في الالتزامات الدولية ناهيك عن تلبيط الطلب المحلي وذكر أن بلاده حققت العام الماضي صادرات بقيمة 169.5 مليار دولار لتتخطى حصتها من الصادرات العالمية لأول مرة حاجز الواحد بالمئة وأعرب أردغان عن توقعه بأن يكتسب الطلب الأجنبي على المنتجات التركية زخما في الفترة القادمة مع زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا كما أشار الرئيس أردغان بأن قيود حضر التجول المفروضة في الولايات بسبب كورونا سيتم رفعها وفقا لأعداد الإصابات والتطعيم إضافة إلى معايير أخرى إذن السيارة التركية التي كان يحلم بها الأطراق منذ ستين عاما ها هي الآن تصبح حقيقة واقعة تركيا السيارة محلية الصنع تدخل الأسواق عام 2022 حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن السيارة المحلية توق ستطرح في الأسواق عام 2022 وجاء ذلك في كلمة القاهيوم الأربعاء الفائت عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وقال أردغان سنضع السيارة المحلية التركية توق في خدمة شعبنا في التاريخ المستهدف 2022 مدعمة بالعديد من التقنيات المبتكرة كما أفاد الرئيس بأن الارتفاع القوي في الإنتاج الصناعي أكد مجددا أن تركيا واحدة من الدول النادرة التي تنهي 2020 بنمو اقتصادي إيجابي وفي يوم 27 ديسمبر 2019 كشفت تركيا عن نموذجين أوليين لسيارتها المحلية في ولاية كوجالي هذه صورة لهذه السيارة وكما نشاهد أن هذه السيارة بلا مرايات تقليدية كما في كل السيارات الموجودة بل يوجد كاميرتين كاميرا جهة اليمين وكاميرا جهة اليسار وشاشة للعرض بحيث أن تكون مساحة أو مسافة الرؤية واسعة وكبيرة جدا مما تجعل نسبة الأمان في هذه السيارة عالية وكبيرة كما أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة قد عملت بشكل كبير في هذه السيارة حيث أن تركيا التي نجحت في علوم الفضاء وكذلك أيضا في المسيرات سواء الطائرات أو المدرعات أو حتى الزوارق غير المأهولة جعل من تركيا دولة متقدمة في هذا المجال بشكل كبير لذلك من المتوقع أن تكون هذه السيارة التركية المحلية خارقة وإمكانياتها هائلة مقارنة بالسيارات العالمية وستكون أسعارها منخفضة كذلك خدمة للمواطنين الأطراق وكذلك أيضا لكي تغزو الأسواق بطيارة مذهلة الإمكانيات وبقدرات عالية جدا وكذلك بأسعار أقل من نظيراتها في دول العالم المختلفة إذن الرئيس أردوغان أخيرا يقول سنطرح السيارة التركية في عام 2022 مدعمة بتقنيات مبتكرة لم تؤثر إغلاقات كورونا على حلم تركية المتوقف منذ 60 عاما بإنتاج سيارة تركية منافسة لماثلتها الأوروبية بالمواصفات والسعر إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السيارة المحلية توغ ستطرح في الأسواق عام 2022 مؤكدا خلال تصريح في المجمع الرئاسي يوم الأربع اللي فات ألا تأخير عن الموعد السابق وسنضع السيارة المحلية التركية في خدم الشعبانة في التاريخ المستهدف مدعمة بالعديد من التقنيات المبتكرة وكانت تركية أعلنت بعد توقف تجربة سيارة ديفريم عام 1961 البدء بإنتاج السيارة المحلية بشكل كامل عام 2017 بمشاركة شركات مجموعة الأناظول وبي ام سي وكوك القابضة ومجموعة تركي سيل وزورلو القابضة واتحاد الغرف والبرصات التركية وتمتلك مجموعة مبادرة إنتاج السيارة التي تضم خمس شركات كبرى تسعتاشر بالمئة من أسهم المشروع وانضم إليها اتحاد الغرف والبرصات التركية بنسبة خمسة بالمئة من الأسهم وجاءت المرحلة الثانية عبر اتفاقية التأسيس والشراكة للشركة الصناعية التجارية المساهمة لمبادرة إنتاج السيارة التركية في 31 مارس أزار 2018 ليتم في 1 سبتمبر أيلول من العام نفسه تعين محمد غرجان كوركاش رئيسا تنفيذيا للشركة الجديدة وتبدأ عجلات المشروع والسيارة بالتصنيع بانتظار الدوران وتشير مصادر الشركة إلى أن الاستثمار سيركز على الفئة التي ستحقق نموا أي السيارة الكهربائية من فئة السيارات العائلية المدمجة متوسطة لتسد حاجة السوق التركية ومن ثم طرح خمسة نماذج أخرى وبعد عامين سيتم الانفتاح على الأسواق الخارجية والتركيز على الاتحاد الأوروبي ثم رفع عدد الأطرزة إلى خمسة في السنوات اللاحقة ويرى اقتصاديون أن مشروع السيارة التركية وعبر مراحله الثلاث يمكن أن يساهم بدعم اقتصاد البلاد بخمسين مليار يورو خلال خمستاشر عاما وتقليص عجز الحساب الجاري بمقدار سبعة مليارات يورو إضافة إلى توفير أربع ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وعشرين ألف أخرى بطريقة غير مباشرة كما يمكن للسيارة التركية أن تغطي خلل العرض والطلب بعد كورونا ويقول مدير المبيعات بمعرض سيارات بمنطقة إسينلر بإسطنبول طوفان دوماز للعربي الجديد أن الطلب ارتفع على عموم السيارات المستعملة وتضاعف سعر بعض السيارات فيما زاد السعر بأكثر من خمسين بالمئة على جميع الأصناف ويضيف اليوم لا تجد سيارة مستعملة بأقل من عشرة ألف دولار في حين متوسط الأسعار يتراوح بين 12 و 25 ألف دولار وحسب الطراز وسنة الصنع وحالة السيارة والمسافة التي قطعتها ويبدأ سعر السيارة الجديدة من 30 ألف دولار وحول أسباب ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب يضيف دوماز خلال حديث سابق مع العربي الجديد أن السبب الأهم هو عدم وصول سيارات جديدة إلى تركيا ما أدى لنفاذ معظم مخازن السيارات بالمعارض وفروع الشركات بعد توقف المعامل بأوروبا المصدر الرئيس للسيارات التركية وقطع الغيار الصينية بسبب تفشي وباء كورونا بذلك متابعين الأعزاء يكون الحلم التركي السيارة المحلية تغ تكون في الأسواق عام 2022 والتي بشر بها أردغان تركيا التي تصعد في القضاء تركيا التي تصنع المسيرات والدبابات والأسلحة أيضا لا تتوقف عن خدمات المواطنين وأن تفتح سوقا جديدا بسيارتها المحلية التي تنافس الشركات العالمية نتمنى لتركيا التوفيق دائما متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته